عند السلف القديم كان هناك رجل مراقب يراقب يسمى المؤدب عند العلماء رجل يسمى المؤدب يعني إذا جاء طالب مشاغب أو طالب يريد يعني يفسد الدرس هذا المراقب يراه ويخرجه وكان عند الإمام مالك رحمه الله وكان عند الإمام مالك رحمه الله رجل مؤدب فهذا المؤدب عند الإمام مالك رحمه الله رأى ولد صغير دخل إلى الدرس لم يصنع شيء لم يشاغب لكن شك فيه المؤدب فأخذ المؤدب هذا الولد إلى خارج المسيح والإمام مالك رأى هذا الأمر فأخرج خارج المسجد وضربه عشرين صوتاً وعندما خرج الإمام مالك من المسجد وجد هذا الولد يبكي على باب المسجد وك Everton صوتاً فقال له الإمام مالك رحمه الله قل إن إمام مالك رحمه الله زمان كان قوي. إمام مالك قال لأ. قال لماذا تبكي. قال جئت لأطلب العلم على الإمام مالك فضربوني. فعرف الإمام مالك أنه مظلوم. قال كم صوتا ضربوك. قال عشرين صوتا. قال أكتب عشرين صوتا. حديثا. فعندما كتب هذا الولد عشرين حديثا. قال للإمام مالك. قال له يا إمام. زد في الضرب وزد في الحديث. The child said to him. Oh إمام مالك. Increase me in my lashes. But increase me in the hadith which you are narrating to me. هذا. هكذا ينبغي أن يكون الطالب. هم وشغل الشاقل العلم. and this is how a student of knowledge should be. That his ambition and his focus should be regarding knowledge and learning knowledge.